احنا بنتكلم في كلها مواضيع خير يعني كلها بتعم على البلد وعلى المواطن المصري بالخير وأمل كويس للمستقبل وبتحس أن الدنيا بتتحرك وبتحس أن البلد مش وقفة برغم الظروف اللي احنا فيها وكورونا والدنيا مشية وفي تطوير وإحنا لنا 3-4 سنين عملية تطوير كبيرة قوي في الآخر كله لمصلحة المواطنية في الآخر كله وده بيقدي أن انت بتجيب وظائف والناس بتشتغل واخد بالك فالدنيا بتبقى مشية يعني يعني مشية من جميع الاتجاهات يعني والله أنا يمكن من يومين وإحنا بنتكلم على أبواب الخير ربطوا أكيد بالحياة الكريمة طبعا وأبواب الخير والحياة الكريمة هم الاتنين ممكن يندرجوا تحت مضلة واحدة طبعا والنهاردة المشروع الاقتصادي الكبير اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو تطوير ميناء اسكندرية البحري والاطلاع طبعا على تطوير المحطة اللوجستية والأرصفة البحرية بنتكلم على تصدير بنتكلم على استراض بنتكلم على شبكة طرق ونقل بحري ونقل بري وربطهم ببعض فالموضوع كله ليه انعكسات على المستوى الاقتصادي ومن ثم المستوى الاجتماعي طبعا هو بص خد بالك كمان فيه نقطة أساسية بالنسبة للتطوير بتاع ميناء اسكندرية انت عايز تستغل وده الهدف الرئيسي اللي رئيس السيس كان بيكلم فيه عايز تستغل الموقع الاستراتيجي بتاع مصر خد بالك عايز تربط الدنيا كلها خد بالك انت مدخل كبير او الافريق فانت رابط الدنيا كلها فمن زمان مش قادرين نستغل الموقع الاستراتيجي بتاع مصر انما تطوير ميناء اسكندرية الهدف منه الاساسي ان احنا تبقى محطة لوجستية كمان تربط الدنيا كلها زي وبنكلم في دبي وبنكلم في سنغافورة وبنكلم في هون كونج والكلام ده ومعاوزين يعملوا اسكندرية تبقى نفس الاسلوب يعني طبعا ده تطور كبير او تطور رهيب يعني حاجة تفرح يعني ان انت تبقى مكان تجمع بحيث ان انت تربط افريقيا وتربط العالم العربي كله بالعالم الاجنبي فدي حاجة مهم اول الاقتصاد المصري من الحاجات الجميلة طبعا احنا النهاردة بنتكلم على ميناء على البحر المتوسط ولكن ما غفلناش ابدا الكلام على موانئ البحر الاحمر ومنها طبعا ميناء العين السخنة وكمان نتكلمنا على ميناء ضهيات والادبية والسويس كل ده برضو هو داخل معاك في الخدمة وداخل معاك في القصة فكرة ان انت بتعمل عملية الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة كل ده برضو بيستلزمه الشبكة الطرق بيتكلم كمان على فكرة تنمية المناطق المحيطة وده احد اعمدة التنوير اللي انا ماشيين فيها ده بيقدي الى ان انت طبعا هو ليه عملنا شبكة الطرق وهو الادب في الاساس الناس كتيرك بتسأل يا ليه كل الطرق دي وليه هاي الناس دي احنا بنجاوب لها دلوقتي عمل يوم بالظبط عمليا الناس بتتفرج قدامها وبتشوف انا ليه محتاج الطرق دي هو ايه اللي حيوصلك للموانئ دي ايه اللي حيربط الموانئ ببعضها ايه اللي حيربط الموانئ بالمدن الاساسية بتاعتنا القاهرة واسكندرية والمحافظات كلها شبكة الطرق العالمية الليها اتعملت يعني ما هو اساسا ما فيش بنية تحتية من غير شبكة طرق كبيرة وشبكة طرق محترمة والحمد لله العالم كله بتكلم على شبكة الطرق اللي احنا فيها حاجة انجاز سواء خارج المحافظات او سواء داخل المحافظات لما تشوف شبكة الطرق اللي معمولة جوا محافظة القاهرة ما شاء الله الناس كلها بتتغنى بها وتتكلم بها كمان محتاجين شبكة الطرق الخارجية اللي هو ده عشان توصل للموانئ ببعضها لان انت هتربط الموانئ ببعضها عشان البضايع تتحرك وشبكة الطرق تتحرك فيها رايح جاي ترجمة نانسي قنقر